اشتركوا في القناة وعين المواد التي تضيف في الآيون الهيدروجين للمحلول والقلويات تنزع آيون الهيدروجين طبعا في الماء الناقي يكون تركيز الآيون الهيدروجين H زاعد مساوي لتركيز الآيون OH سالب والمحلول للمحتوى على تركيز متساوي من هذه الآيونات يطلق عليه محلول متعادل طبعا والحامض الهيدركلوريك HCl عند إضافته إلى الماء ينفصل إلى آيونات H زاعد وآيونات S أل سالب وبالتالي يسبب زيادة تركيز آيونات الهيدروجين والعلماء يطلق على المواد التي تسبب زيادة تركيز آيون الهيدروجين بالأحماض أو بمعنى آخر المحليل التي تحتوي على آيون H زاعد بنسبة أكبر من OH سالب يطلق عليها أحماض أيضا القواعد القواعد يبارى عن مواد تنتزع آيون الهيدروجين من المحليل مثل الهيدروجين الصوديوم عند إضافته للمحليل ينفصل إلى آيون صوديوم مثل OH سالب N A زاعد وتتفاعل آيونات الهيدروجين OH سالب مع آيونات الهيدروجين في المحلول وتكون جزيئات ويتكون جزيئات الماء بعدها أيضا بالتالي عند إضافة الهيدروكسيد الصوديوم للماء يقل تركيز آيون الهيدروجين ويزداد تركيز آيون الهيدروجين وبالتالي في المحلول الذي يحتوي على آيونات OH سالب بالنسبة أكبر من آيونات الهي عفوا الهزاد يطلق عليه قاعدة هذه القاعدة التي تكلمنا عنها مسبقا والحمودة تقاس على تدرج BH وهذا BH يتراوح ما بين 0 إلى 14 والمواد المتعادلة يكون لها تقريبا BH يساوي 7 المواد الحمضية الحامضية ويكون لها BH من 0 حتى قبل 7 BH والمواد القاعدية يكون لها BH من 0 حتى إلى 14 وإلى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي إن شاء الله نتكلم في درس الحموضة بشكل متعمق أكثر ونشرح كل شيء تكلمناه في هذا الدرس إلى هنا انتهى الدرس نشوفكم إن شاء الله في درس لاحق نشوفكم إن شاء الله نتكلم في درس الحموضة بشكل متعمق